متواصلنا معكم مشاهدين الكرام ووصلنا الآن إلى ملفنا لهذا المساء الخرطوم واشنطن البحث في مساقط الدافئة الخرطوم واشنطن مساعي نحو المساقط الدافئة نرحب ضيفنا في هذا المساء ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او غلت العلاقة بين الخرطوم واشنطن في متون التطرف كان السودان ملاذا لبلاد وكان المتهم الاول على صحائف واشنطن حين وقعت تفجيرات سفرتها الولايات المتحدة بدار السلام وينيروبي ثم حين قصفت المدمر كول في نواحي سواحل عدن ولم تلبث الانقاذ في نسخة الاعتدال الموزيفة أن تزلفت لذات الطاغية الأمريكان ترجوهم رفع العقوبات ومسح اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب لكن ما باله علائق البلدين على بحثها الدؤوب عن الدفء تمضي بطيئة والسودان يخشى الانتكاس بعد ثورته المجيدة أرحب بضيفي للنقاش حول هذا الموضوع سعادة السفير دكتور نور الدين ساتي سفير السودان بالولايات المتحدة الأمريكية بداية مساء الخير عليك وأهلا بك مساء النور وشكرا على الاستضافة السودانية 24 دعنا بداية دكتور نور الدين نتحدث عن تمثيل السودان في الولايات المتحدة الآن بعد عقدين يتم تعيين سفير للسودان علاقات توترت في التسعينات ابتدأت من 92 حتى 2000 في أشكال مختلفة منها قرار 1070 المعروف لنعمل عشان نضع توطئ للمشاهد بداية التوتر كيف نظرت له وإن كانت المشكلة المشكلة كانت في النظرة الشكوك المتبادلة وكما ذكرت في المقدمة تصرفات أو سياسات النظام السابق التي تسببت في تعقيدات إقليمية ودولية ارتباطات ببعض الدوائر الإرهابية مما تسبب في تعقيد علاقات السودان مع بعض دول الجوار ودول المنطقة العربية ودول الأفريقية وبقية دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة إذن النظام السابق متهم بالإرهاب وتثبت عليه التهمة نستطيع أن نقول بانه نستطيع أن نقول نستطيع أن نقول ماذا يعني لك الآن؟ وهناك نظرات مختلفة لكن نستطيع أن نقول أنها ثابتة ماذا يعني لك الآن هذا التطور في العلاقات؟ يعني فتح صفحة جديدة بالنسبة لي فتح صفحة جديدة وتطبيع العلاقات وأمل في أن تكون العلاقات في المستقبل أكثر إيجابية وأن نسعى من ناحيتنا هنا أن ننظر لتلك العلاقات من منظور جديد ومتجدد بمعنى أن نفكر بطريقة مبتكرة ونخرج من الأطر التقليدية التي حصرت العلاقة في إطار التهم المتبادلة واستحالة المضي إلى الأمام والخروج من الدائرة المغلقة أو الدائرة الشيطانية كما يسموها وذلك يضع مسؤولية علينا في نفس الوقت ويتطلب مننا أن نكون ميددين وأن نأخذ زماماً مبادرة لرسم أطر جديدة لهذه العلاقات حدثنا عن الفرق بين القائم بالأعمال والسفير أنه كان قائم بالأعمال تم الترفيع إلى السفير الفرق كبير لأنه مستوى السفير في العلاقات الدولية أو الدبلوماسية التمثيل الطبيعي في حالة أنه العلاقات طبيعية أن تكون بمستوى سفير لأنه سفير هو كامل الصلاحيات وكامل التفويض من قبل الحكومة هناك نوعية من قائم العمال قائم بالعمال أصيل في حالة أنه الدولتين يتفقوا على أنه المستوى التمثيل لا يتجاوز القيام بالأعمال قائم بالأعمال أصيل وتستمر هذه العلاقات أطول الوقت هناك كما هو في نموذج أمامنا في العلاقات السودانية الأمريكية عندما يحدث أن يتفق الطرفان أو أن يخرر أحد الطرفين أن ينزل أو يهبط بمستوى العلاقات لسبب من الأسباب لتوتر في العلاقات من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالعمال وهذا ما حدث طيب تقولت بكامل صلاحيات شنو الصلاحيات بتاعت السفير وشنو الصلاحيات التي تقلص في حال القائم بالأعمال تقلص أن السفير عادة يكون لديه صلاحيات بأنه تمثيل كامل لرئاسة الدولة المعنية وأن يكون لديه أكسيس كامل لرئاسة الدولة من الناحية الأخرى وليس هناك حواجز بين أن يصل إلى أعلى درجة في التمثيل رئيس الدولة من الناحية الأخرى في مثال السودان كان السودان تم تحجيمه في إطار معين وحصل صلاحيات القائمة الأعمال في إطار معين كما حصرت الصلاحيات من هذه الناحية بصفة إرادية من قبل الولايات المتحدة نفسها ومنعت ممثليها من أن يتعاملوا مع رأس الدولة في السودان متى ستغادر إلى واشنطن وتباشر عملك؟ والله هذا يعتمد على إدة اعتبارات هناك الجائحة كما تعلم وأنا أحب في هذه المناسبة أن أعزي في شهداء الجائحة والمصابين نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل ونتمنى كذلك لجيشنا الأبيض ولكل من يعمل ويساهم في علاج الضحايا ومقاومة الجائحة نتمنى لهم التوفيق ونعبر لهم عن مساندتنا الكاملة لهم السفر يخضع الاعتبارات كثيرة غير الجائحة؟ الجائحة والسفر كمان هناك حجر على السفر والمطارات ملغة في هذا الوقت وننتظر بعض التوجيهات من قبل الرئاسة ومن قبل وزارة الخارجية وهناك اتصالات مستمرة لتقرير الموعد المناسب الذي يمكن أن أسافر فيه نعم تنتظرك الكثير من الملفات بوصولك للولايات المتحدة نعم ملف رفع العقوبات دعويضات فصل السادس زيارة رئيس المجلس سيادي البرهان إلى الولايات المتحدة كثير من الملفات تنتظر سفير السودان بمجرد وصول الولايات المتحدة بأي ملف ستبدأ؟ كل الملفات في نفس الوقت نحن الدبلوماسي الدبلوماسي يجب أن يكون عنده المقدرة أن يتعامل مع كل الظروف وكل الملفات في آن واحد أبرز ملف بالنسبة للشعب هناك أسبقية طبعا هناك في التوقعات رفع اسم السودان طبعا من قائمة الإرهاب هذا يعني من الهموم الكبير بالنسبة لقيادة الدولة وبالنسبة للشعب السوداني كله ومن ناحية الأخرى هناك إدراك لذلك وهناك خطوات الآن اتخذت في هذا المجال ونأمل أن يتم ذلك الرفع في المستقبل القريب ومؤكد هذا سيكون من الموضعات التي ساهتم بها طيب بخبرتك الطويلة والله الحمد نتمنى لك التوفيق دكتور في ملف الخارجية وفي العلاقات الخارجية أين تكمل المشكلة في هذا الملف؟ ملف رفع اسم السودان من قائمة دولة إرهاب لأن كثير من المتابعين يرون بأن الولايات المتحدة تستخدم سياسة العصى والجزرة دائما هي ما سترفع الحظر هذا ما يقوله يعني بعض الناس هي ما سترفع الحظر ولكن تظل تماطل هكذا لتحقق كل أهدافها وهذا الكلام صحيح؟ هذه ليس صحيحا بالضرورة هناك مقولة وسائدة من السهل فرض العقوبات ومن الصعب رفعها القرار يمكن أن أتخذ بسهولة لكن رفع العقوبات بالذات في نظام كالنظام الأمريكي نظام معقد ومتداخل وفيه يعني مراكز اتخاذ القرار متعددة بالرغم أنها مترابطة لكن يأخذ بعض الوقت أنا لا أعتقد في هذه الحالة أن هناك قصد التأخير ولكن هناك إجراءات لا بد أن تتم هل تتوقع أن تتم هذه الإجراءات؟ نعم أنا متفائل طيب هل في سقف زمني ممكن؟ لا أستطيع أن أضع سقف زمني لكني متفائل طيب دعنا نتحدث أيضا عن مستقبل العلاقات بين السودان والولايات المتحية ما هي نظرة لهذه العلاقات في المستقبل؟ نظرة لهذه العلاقات في المستقبل كما ذكرت الآن فإن يجب أن ننظر إليها من ناحية من زاوية جديدة بحيث أن نخرج بها من ذلك الإطار السابق الذي حصر في مسألة الشروطات الإملائية ونخرج بها إلى آفاق أفسح فيما يتعلق بالتعاون السنائي الولايات المتحدة دولة كبيرة لديها إمكانيات ضخمة السودان لديه إمكانيات ضخمة طبيعية وبشرية وغيرها ولا بد أن ننظر إلى إمكانية إيجاد تفاهمات مشتركة للاستفادة من المقومات التفضيلية أو التمييزية لكل جانب كيفية دعم الولايات المتحدة للسودان لاستثمار إمكاناته الضخمة سواء كان ذلك في المجال الزراعي في المجال الصناعي في المجال التجاري في مجال الطاقة والطاقة الشمسية بالنسبة لهذا من الأسبقيات في مجال الزراع والصناع ذكرتهم لكن كذلك في مجال التقنية ونقل التقنية وكيفية الاستفادة من التقنيات الضخمة والحزم التقنية التي توفرها الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال القطاع العام أو الخاص بالنسبة لنا الاستثمار الموارد الكبيرة في المجال الزراعية في الأراضي الخصبة المعروفة السودان يعتبر في قائمة الدول التي لديها أراضي زراعية لدينا نياه متوفرة لدينا معادن لدينا إمكانية ضخمة نتحدث عنها كثيرا لكن آن الأوان الآن لنضع استراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة الجانب الآخر هو ما عبرت عنه الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في مجال لعم السودان في هذه المرحلة من الانتقال الدستوري والسياسي والاجتماعي والثقافي أنا أرى أن أمريكا لديها دور سواء من ناحية العلاقات السنائية أو العلاقات المتعددة الأطراف العلاقات السنائية نحن شعارنا أو أهدافنا التي تحدثنا عنها في هذه الصورة الحرية والسلام والعدالة والحقوق وتحقيق السلام الولايات المتحدة تبعمنا في هذا المجال وعبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها للانتقال المدني الدهنخراطي ونحن نأمل أن نجد تفاهمات كذلك لإمكانية دعم الولايات المتحدة للسودان في هذا المجال من ناحية المتعددة الأطراف هناك بطبيعة الحال كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وإن كذلك لديها دور تلعب فيما يتعلق بمسألة السلام ومسألة نشر بحثة بناء السلام والبحثة السياسية في السودان وهناك حوار دائر في الكيفية التي يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة في هذا المجال نعم سنتحدث عن الفصل السادس بتفصيل أكثر في هذا الحلقة لكن دعنا نتحدث عن حقبة ثلاثين عام وأثر على وزارة الخارجية ودعني أبدأ منك دكتور الكثير من يتابعون ويتحدثون الآن يوجهون للدكتور بأنه كانت تربطك علاقة قوية بعلي عثمان محمد الله هل كلامنا صحيح؟ قوية أعملت تحت خطين علي عثمان كان كنت أتقدم بعام في الخطوم الثانوية وكنا على طرفين نقيد أذكر اليوم الذي دخل فيه للأخوان المسلمين وردود الفعل بعد الزملاء والأصدقاء في سنة 62 ومنذ ذلك الوقت نحن على طرفين نقيد لأننا دائما كنت في الجانب الآخر من الأخوان المسلمين لكن في مجال الشخصي والاجتماعي علاقاتنا عادية لكن فكريا فكريا ليس هناك تقارب فكري كبير ليس تقارب فكري كبير بصراحة لأنه لديه قناعات وأنا لدي قناعاتي أنا دائما كنت أعتقد أن الأخوان المسلمين ماشيون في تجاه الخاطئ وقلت له على العثمان هذا الكلام كلمته أنا في السفارة عندما تركت السفارة سنة 2000 و1996 في شهر أغسطس قلت له على العثمان وهو الآن يستمع لهذا الكلام جماعتكم دين قصتكم دية ما ماشى في تياس صحيح وجماعتكم دين ما حشد بحيلكم بنفسي هذا التعديل هذا التعديل فالمقولة أنه على أثمان وعلى أثمان لم يقدم لي شيء ما الذي يقدم ليه على أثمان طيب أنت عملت في السلك الدبلوماسي في الفترة التي كانت الإنقاذ فيه مسيطرة نعم نعم هي وجدتني في الوزارة وأنا لم أجدها هي الآن اشتغلت في آخر نظام الأسهري رحمة الله واشتغلت في نظام النميري واشتغلت في نظام الصادق المهدي واشتغلت في نظام صوار الدهب واشتغلت في نظام الإنقاذ والآن والحمد لله وشاركت في انتفاضة أبريل نيابة عن الدبلوماسيين والآن عضو في الرجنة العلاقة الخارجية للحرية والتغيير طيب دعنا ندلف إلى الشكل العام في وزارة الخارجية ونظرتك لها في الثلاثين عام الانقاذ ما الذي فعلته بوزارة الخارجية والله يعني منذ البداية نحن المهنيين كان نقداً لها منذ البداية أن ما يسمى بالدبلوماسي الرسالية تسببت والتمكين تسبب في الكثير من المشاكل لتعني بها شن الدبلوماسي الرسالية الدبلوماسي الرسالية التي تحدثوا عنها يعني الترابي جاءنا نحن في سنة التوظيم وحلو تزيين وقدم محاضرة عن ما اسمه الدبلوماسي الرسالية وبعض الزمالات تصدوا له وقالوا له هذا لا ينفع والحدود المفتوحة هذه هي بداية المشاكل بالنسبة للسودان ما يسمى الدبلوماسي الرسالية وإلى آخر نحن نحدث عن دبلوماسية مهنية تلتزم بقواعد معينة سواء قواعد قومية والمصالح القومية للسودان سواء هناك مبادئ عامة متفق عليها تلتزم بقانون الدولي أنه الترويج للمشروع الحضاري الدولية الرسالية هي للحدود والحدود المفتوحة أن المسلم لا وطن له وفتحت الحدود من كل هب بنوصب وشفت النتيجة أنت بنفسك الذي حصل يعني إشكالية الإنقاذ في الثلاثين عام هي مسألة فتح الحدود والدبلوماسية الرسالية هذه لكبداية والتمكين والتخلص من عدات كبيرة جدا من الزملاء وأنا كلمت عن العثمان بناصم من أول الناس أتكلمت معه سنة 92 يشهد على ذلك واتقال يا أخي علي ارتكبت خطأ كبير جدا تخلصت من ناس زملاء أننا نشهد لهم بالكفاءة وعفت اليد واللسان تخلصوا منهم بغرض التمكين بغرض التمكين وحلوا مكانه من الناس آخرين مهما كانت الأسباب والمعايير هذا غير مسمع لي هذا غير مسمع لا يقبل إنسان يعني طيب بأرقام تقريبية شلو الأضرار الاقتصادية التي تقدرها في قراءتك لدبلوماسية السودانية وما لحقها من آثار تحدد عن الاقتصادية من بدء رفع من وقوع العقوبات صعب تحديد الأرقام طبعا من صدور القرار 1070 لكن صعب جدا لأنه حرم السودان من مزايا كبيرة جدا أنا في تحليل خاص أنه السودان منذ اكتشاف البترول في 98 لحد انفصال الجنوب في 2011 كانت هذه حقبة ذهبية أو كان يمكن أن تكون ذهبية لو استغلينا بالشكل الصحيح أنه هذا البترول كان يمكن أن يسهم في تقدم السودان وتطوره لو أحسننا سياستنا الداخلية وعلاقاتنا الإخليمية وعلاقاتنا الدولية لكن أضعنا على نفسنا فرصة ذهبية لكي نخرج بالسودان من مربع الدول الفقيرة والتي تعتمد على المعونات الخارجية إلى مربع الدول التي خرجت وسمى الاميرجين كونتريز التي نفذت من مربع الفقر هذه الـ 11 سنة والـ 12 سنة كانت فرصة ذهبية لنسبة لنا وأضعناها بما فيها فترة فترة الانتقالية من 2005 إلى 2011 رئيس المجلس السيادي يفترض أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية الفريق ركن الفتاح البرهان لن يستطيع أن يقابل ترام في ظل هذه العقوبات كيف ستعملون أو كيف سيتم الترتيب لهذه الزيارة والله أنا بصراحة يعني أنا منذ يومين فقط تلقيت الموافقة على أنه أكون سفيد ولم أبدأ مشاوراتي إلا الآن فيما يتعلق بالإعداد لهذه الزيارة ربما يزورها يعني هل ترفع العقوبات قبل زيارته أم لا هذه أشياء ماذا دار بينه وبين وزير الخارجي الأمريكي هل هناك ترتيبات تتم بصراحة ليست ملما بكل التفاصيل لكن إن شاء الله سيلم بها في الأيام القادمة عندما أبدأ مشاوراتي في هذا الصدد نعم بحكم خبرتك أيضا في أوروبا عملت سفير في فرنسا تقريبا وفي بلجيكا مشكلة ما كنت سفير في بلجيكا وكنت الرجل الثاني طيب شغلت فتراتين في بلجيكا 75 و89 طيب في بلجيكا وفرنسا على كل حال نعم كيف يعني يستطيع السودان أن يستفيد من أوروبا والمجال الأوروبي بشكل عام بالنسبة للسودان كدولة في مكانها وفي موقع الجغراف والله هذا طبعا سؤال كبير سؤال كبير لكن يتحكم بعض الظروف أوروبا الآن تمر بفترة العالم كله يمر بفترة حرية هي فترة الأزمة المالية العالمية ومترتبات الكورونا ما سيحدث الناس بيكتبوا الآن أن العالم بعد الكورونا ماذا سيحدث أوروبا لديها المملكة المتحدة في طريقها إلى الخروج إيطاليا متزمرة من عدم يعني ما تسميها عدم يعني مساعدة من الدول الأوروبية الأخرى الشعبوية نامية في أوروبا إمكانات أوروبا لم تعد كما كانت في الماضي والآن هذه الجائحة ربما تؤثر كثيرا في نظرتها أو تعديل النظر إليها والتماسك الأوروبي نتمنى أن النموذج الأوروبي كان بالنسبة لنا نموذج حتى في الاتحاد الأفريقي لكن هناك تحديات كثيرة نتمنى أن تخرج أوروبا من هذه الجائحة ومن أزمة السياسية العالمية التي تؤثر على كل البلدان بما فيها الولايات المتحدة كما تعلم لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ما أسميت هو أن الحوار الاستراتيجي سواء في حالة الولايات المتحدة وفي حالة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي هناك حوار سياسي دائر لكن لا بد أن تتغير النظم الجانبين الشراكة تكون شراكة حقيقية ومبنية على مقولة نحن الآن في مركب واحد العالم الجائح على اللبنة نحن كلنا في مركب واحد وليس هناك جانب يعني يستطيع أن يقول والله أنا يعني محمي من أي مشاكل ربما تحصل في هذا الإطار أنا أرى أنه نحاول أن نضع العلاقات مع أوروبا في إطار جديد هذا الإطار يتمثل في نظرة شمولية مستقبلية لطبيعة العلاقات كما نراها في المستقبل المصالح المشتركة للجانبين وكيفية تحديدة على أسف جديدة كيفية التعامل مع هل يمكن لأوروبا أن تكون لها مصالح في السودان؟ طبعا لأن المواطن يستغرب أحياناً هذا السؤال هناك مصالح زي شمي هناك مصالح وأوروبا لديها هناك بعض الأشياء التي ستحدد نصير علاقات في الشعوب مع بعضها البعض الجانب الأول الأزمة الغذائية ومشكلة الغذاء في العالم ومشكلة المياه وهذه ستتنامى مع مرض السنين مع تفاقم الأعداد البشرية المشكلة الثانية مشكلة الطاقة والإعداد لما بعد المترول وأنت تدري ما يحدث في مجال المترول في هذه الآوينة وضرورة الاستعداد لما يحدث بعد ذلك العنصر الثالث هو عملية الهجرة وهو كيفية تعامل أوروبا مع هذا السيل من المهاجرين وكيفية أن تعمل على تثبيت الشباب من البلدان النامية في أوطانهم حتى لا يضطر إلى الهجرة وهذا كارتس أنا أفتكر كارتس مهم جدا في أيدينا وهناك حديث عنه لكن ليس بما يكفي لدينا نحن زي ما أقولي ممكن استعماله في هذا المجال بحيث أن نخرج بهذه العلاقات إلى فضاء أوسع الاستثمار والهدف بالنسبة لي أنه دائما هو استثمار إن كانت أوروبا والولايات المتحدة لكي يساعدون لكي نخرج من هذا النفق المظلم الذي نحن موجود فيه طيب دار منك تعليق على ملفين بحكم خبرتك في المجال وأيضا لهم علاقة وطيدة بعملك كشفير في الولايات المتحدة الأمريكية ملف سد النهضة وملف الصراع في ليبيا ما هي نظرتك لهذين الملفين لأن الولايات المتحدة يظهر تماما بوضوح أنها مهتمة بملف سد النهضة مهتمة بملف الصراع في ليبيا نست مختصا به هذين الملفيين لكن مرضو مبادئ عامة يعني أنه سد النهضة يجب أن نعمل والآن الولايات المتحدة شكلت في وساطة أيو طبعا أنا متابع هذا الملف لكن هؤلاء الناس شغالين فيه فيه ناس متخصصين في هذا المجال وهناك تفاصيل يومية ربما تغيبها يعني أنا لا أعرف كل شيء طبعا لكن لدي أفكار لا بشكل عام لدي أفكاري الخاصة المبادئ العامة يجب أن تحل هذا الملف بما يضمن ويؤمن مصالح كل الأطراف بكل وأن هناك حلول عملية ونية وتقنية يمكن أن تساعدنا في حالة المشاكل السياسية أخذين بعين الاعتبار التخلص التخلص من الرواسم والعقدة التاريخية لأن الكثير من المتابعين لهذا الملف يرون أن السودان يضيع في الوسط يثيوبيا تبحث عن مصالحها مصر تبحث عن حصتها في نهر النيل والسودان ليس هناك من يتحدث عن مصالحه في ظل الأطراحات التي تطرح السودان أكبر من أن يضيع في النص السودان دائما يبدو ضائعا في النص لكن ليس وعنده هناك قوة كامنة موجودة في السودان كيف يضيع السودان وأكثر من تلتين نهر النيل يمر بالسودان السودان لديه قوة ولديه أوراق يمكن أن نستعملها لكن كطبيعتنا نحن السودانيين ندخل في مثل هذه الأشياء بالكثير من التعفف بالكثير من الاحترام للآخرين وتقدير ظروف الآخرين ونرجو أن يقدر الآخرين والآخرون ظروفنا كذلك طيب الصراع في ليبيا والله هذا ملف ساخن وأنا صعب أنا استغلت في ليبيا من 81 ل84 في المركز الأفريقي ومنذ ذلك الوقت تركت في نوفمبر 84 بعد أربع سنوات وأنا خارج في المطار قلت لبعد أحد أصدقائي الليبيين رحمه الله واتريه ربنا يستر على بلدكم دي ربنا يستر على بلدكم دي لأن العقيدة رحمه الله يعني خلق وضع كان لا يبدى أن يتفجر للأسف كل ما أقول أتمنى للإخوة الليبيين أن يصلوا إلى حلول سنمية لمشاكلهم أي موقف السودان من هذا السودان ونحن نتمنى موقف السودان تم رسميا التعبير عنه السودان لا يريد أن يدخل في هذا الملف ويسبب أي تعضيات إضافية هناك قرارات دولية وهناك حلول مقترحة بين المجتمع الدولي السودان متمثل بها هذا الموقف الذي أعرفه الآن وردنا هذا الخبر نؤكد وزير الخارجي الأمريكي أنهم يعملون بشكل حثيث على اختيار سيفير لدى السودان في أسرع فرصة أثناء بومبيو في تصريحات صحفي اليوم الأربعاء لتطورات الجارية في السودان وقال أن الإدارة الأمريكية تريد أن تدعم العمل الرائع هناك وأكد بومبيو خلال تصريحه ضمنا قبول ترشيح السفير نور الدين ساتي سفيرا للسودان في واشنطن بما تعلق دكتور تعلق والله هذا شيء إيجابي كما ذكرت أنا آنفا الولايات المتحدة عبرت عن دعمها بعد التغيير الذي حدث هناك تحول كبير هناك ثقة متبادلة هناك اتصالات على المستوى الرئاسي على المستوى العالي هناك رغبة أكيدة للخروج بالتصفية تركة الماضي والخروج بالعلاقات إلى آفاق جديدة وهذا ما أكده هذا ما سأعمل أنا من جانبي لتأكده إن شاء الله عندما أصل هناك نعم دكتور نور الدين الملف الذي يتعلق بالفصل السادس الجدل واللغط حول البعثة الأممية للسودان لماذا بعثة أممية سياسية للسودان الآن؟ والله أنا شخصيا أتكر أن السودان يحتاج لهذه البحثة أنا اشتغلت في الأمم المتحدة فترة طويلة من ضمنها في حفظ السلام وفي بناء السلام وفي ثقافة السلام وفي بحثة سياسية وفي بحثة حفظ السلام كلهم اشتغلت فيه وعملت في اليونسكو وعملت في اليونسكو ومدخلي إلى حفظ السلام بين النصب كان عملي في ثقافة السلام في اليونسكو لأنه إحنا في اليونسكو دخلنا مدخل جديد لحل حلة المشاكل ألا هو تفاهمات بين المكونات المختلفة للمجتمعات لإجاد حلول مستدامة لتناقضاتها الداخلية و هذا هو المدخل لبناء السلام كيف أنت تجلس مع كل المكونات و أنا في النصب من سنة 79-80 كتبت سلسة من مقالات في مجلة الثقافة السودانية عنوانا الحوار بين المكونات الثقافية للأم السودانية ودعيت فيه إلى حوار الناس يتكلم عن الحوار الناس يتكلم عن سنة 79 لأنه كنت عارف عن سنة 79 سندخل في هذا النفق المضلن إذا لم نلتفت إلى تلك التناقضات داخل الاجتماعية والثقافية و نعمل على حل حالتها للأسف ناسنا سياسية مشهور اتجاه الثاني لكن الرد على سؤال السودان يمر بما سميه هنا مرحلة الانتخال المركب مركب من نواحي مختلفة من ناحية السورية من ناحية الثقافية من ناحية فكرية من ناحية اجتماعية و من ناحية التكوينات التناقضات في تكويناته المختلفة ما يسمى بالأطراف و الهوامش و علاقاته بالمركز لذلك هذا النوع من الانتقال يتطلب الكثير من الحكمة و الكثير من الحنكة و الكثير من التوافق و التفاهم بين المكونات المجتمع المختلفة للطبقة السياسية و المجتمع السوداني بكلياته بحثة بناء السلام او البحثة السياسية الهدف منها مساعدة المجتمعات التي تخرج من الأزمة او في طريق خرجت من الأزمة او في طريقها القرجية للأزمة لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل التي تمر بها في مرحلة الانتقال اللي هي مرحلة هشة و صعبة جدا جدا لأن السودان لدينا حروب مستمرة مما قبل الاستقلال و تفاقمت هذه الحروب من حقبة الثمانينات واستمرت إلى وقت قريب طيب ما في حل لها الآن للبعثة الأممية؟ الحل موجود الحل بأيدينا الحل هو أساسا مفروض أن يكون بأيدينا لكن طالما أن هذا الحل عسير و لم نتمكن نحن أن نصل إلى نهايته لا بد أن نستعين بمن يساعدنا على إيجاد هذا الحل و التوصل إلى حلول النهائية و التنفيذ هذه الحلول النهائية لأنه مطلوب الكثير من الإمكانات المالية والمادية واللوجستية لتنفيذ اتفاقية السلام و لإحداث الترابط الموجود هل الأمم المتحدة قادرة على هذه الانتزامات؟ خادرة إذا عاونناها على ذلك أي منتمون من النظام السابق تحدثوا على أن هذا بيع للوطن تحدثوا على رفض تام لهذا الأمر والله يا أخي أنا آسف أنا آسف هل البيع للوطن هو الفصل السابع الذي كان موجود قبل كذا بكلياته و الذي فرض فرضا على السودان أما هذه البحثة الجديدة التي تأتي بناء على طلب فيادة الدولة و بمعرفتها و باستشارتها و بالتوافق على مشروطيات دخولة صلاحيات دخولة و طريقة دخولة و طريقة عملها و منهج عملها و ضمانات بقاءة و ضمانات خروجة في رأيي ليس هناك أي في رأيي أنا اشتغلت في هذا المجال و أنا حكيت كتبتها مقالة قبل يومين حكيت فيها إنونا وصلت إلى بورندي في عام 2002 كنايب الرئيس البحثة أو المكتب السياسي في ذلك الوقت وجدت البرونديين يتظاهروا كل يوم أمام البحثة أخرجوا متى تخرجوا لماذا لا تخرجوا جاين تعمل شنو هنا والبتاع الأخير أنا كنت بقول لهم حنخرج لما تتفقوا هنطلع لما تتفقوا في بلدان اتفقوا الناس فيها والبحثات طلعت لكن في بلدان الناس ما اتفقوا لحد يسعى قاعدة ما في داعي أنا سياسيا ماذا أذكر البلدان لكن تتعرف هناك بالله الإفريقية دخلت فيها بحثة حفظ السلام قبل عشرين سنة و ما زالت موجودة و أنهنا كبلدان كالسرعليون و الهيبيريا وساحل العاج وغيرة خرجوا في بضع سنوات في حالة بورندي خرجنا نحن في سنتين لأنه حصلت تفاهمات بين الناس و الخطر الحقيقي بالنسبة لي أنا ليس هو البحثة الخطر الحقيقي هو عدم يعني التوصل للتفاهمات المطلوبة بين الطبقة السياسية و المجتمع من أجل خالط الطريق للخروج من المرحلة لو أخذنا كلامك ده دكتور و أسقطناه مثلاً على قوى الحرية و التغيير و ما ينسب إليها الآن من نزاعات في داخلها هل هذا الأمر يعني نفهم منه في إسقاطك أنه أيضاً قوى الحرية و التغيير هي فيها الكثير من النزاع و المشاكل إذا كانت هي الآن التي تمثل الثورة أنا شخص أنا عندي كتاب بالنسبة للأسف فحالة ما طلع للساع لكن أسميته ما عايز أدعو ليه لكن هو في المطبع الآن أسميته أسميته حتى تكتمل الثورة حتى تكتمل الثورة استدامة الثورة والحيلول دون انتكاسة ذكرت فيه أن ستكون هناك صراعات بين مكونات الثورة المختلفة أي صورة قامت في العالم في الصراعات بين الثوريين لكن و انتهت بنتائج مختلفة على حسب يعني الانتنسيتي و حسب شدة هذه الخلافات و الأساليب و المناهج التي تبنوها للتوصل إلى حلول الخلافات خلاف شيء طبيعي و متوقع ولكن يجب أن يكون هناك العزيمة و الرغبة السياسية زي ما يقوله و نحن بدأنا مبادرة بالنسبة للتوصل إلى حراز التماسك الموجود في إطار الحرية و التغيير و للأسف الكورونا اليوم اللي كنا مفروض نعمل فيه ورشة كبيرة بين قوة حرية و التغيير لهذا اللي نحن يعني بدأ موضوع الحظر هذا و العز لكن في داخل قوة الحرية و التغيير في المكونات داخل الحكومة في المجلس السيادة الحكومة و قوة الحرية و التغيير و مدركين لضرورة التماسك بين كل هذه الجهات و يعملوا لإيجاد الحلول لها و أنا متفائل بأنه سيكون هناك حالة لا بد أن يكون هناك حالة نعم لديك كتاب اسمه عزي القادرين نعم كتاب تأملات في الحالة السودانية نعم عملت في القصر الرئاسي و السشارة و شونا السياسية و لكنه من السشارة كثيرة أنا كنت السكرتير أول ناداني موصور خالد كنت في بجيك و نيميري و قعدت معهم 8 شهور و يعني بكل تواضع كنت في التيم طيب كنت في بروكسل و نجمينة و باريس أنا ذكرت كل هذه الأمور و أولد منها خلاصة نعم بحكم خبرتك و ما كتبت و عملك أيضا اسقاط منها على واقع السياسة الخارجية للسودان الآن انت بدأت بأجز القادرين و كتب ليلا المقدمة و مشكور أستاذنا محجوم محمد صالح سنة 2015 عجز القادرين كان هو لو قريته أنت في صفحات الأخيرة كان فيه زي و شتة اللي ما يمكن أن يحدث 11 نقطة و اللي 12 يجب أن نقوم بها لإحداث التحول المطلوب و كانت نظرة للسودان ما بعد انفصال جنوب السودان و التحصر عليه و النفاذ من ذلك إلى الحلول المرجوة للخروج من هذه الحلولة الآن في الواقع ما الذي نستطيع أن نطبقه من هذه الحلولة؟ ما بدأنا يعني أن نطبقه يعني هو نفس يعني مبادئ الثورة و أهداف الحرية و السلام و العدالة و الحقوق و التماسك الاجتماعي و تغيير السلوك العام للناس و مناهي جديدة لتناول الشأن السياسي و إصلاح الطبقة السياسية و الأحزاب السياسية و العلاقات المدنية العسكرية و كيفية تطويره في أطار حوار سميته أنا حوار استراتيجي كذلك لأنه أخواننا العسكريين هم الشركاء في العملية السياسية و منذ الاستقلال إلى الآن كيف في هذا التحول الديمقراطي كيف نتقل معهم في حوار لكي نتفاهم معهم أو لدورهم في المستقبل العملية الديمقراطية عشان ما يجينا يوم واحد تاني يجي طالع يتفكر فيه أن نعمل لانقلاب و الأخير و يعني نمشي عكس التيار الثوري و المدى الثوري الذي يحدث الآن الحاجة الثانية ما يجب أن نطبقه هو الاستماع إلى قوة الثورة و الشباب لتنفيذ أهداف الثورة و أنا كنت من الناس التي اخترحوا برضه لجان الخدمات التغيير في أول عيام الثورة و هذه اللجان يجب أن يكون لها دور مستدام و يجب أن يكون لتجمع المهنيين أو ممثلي المهن دورهم كذلك في عملية الانتقال السياسي و يجب أن نحترام للسياسيين و نحترمهم و كل شيء لكن يجب أن نكون شركاء كذلك نحن في العملية السياسية في المستقال الوقت داهمنا دكتور ما الذي تقوله ختاما؟ ختاما دموشيين ختاما أنا أوجه رسالة إلى الشعب السوداني خاطبة و إلى الطبقة السياسية و إلى الذين يديرون عملية السلامة الآن في جبا و إلى أخواننا و مناظري السلاح ما هي الرسالة؟ الرسالة آن الأمان لتأمين الانتقال السياسي المدني الديمقراطي الحقيقي و الخروج من السودان من دائرة المناكفات التقليدية التي أضرت كثيرا بالسودان و إيجاد التفاهمات التي تحفظ لكل مكان أن المناطق التي دارت فيها النزاعات كان لديها حقوق و لديها أسباب مقبولة لحمل السلاح لكن الآن بما أنه نحن هذه الثورة جاءت يجب أن نعمل جميعا من أجل أن يكونوا شركاء في العملية السياسية و عملية الانتقال السياسي و يجب التعجيل بالعملية السياسية و يجب أن نصل لأنه ليس من مصلحة السودان أن تستمر هذه العملية السياسية و لإشراك كل هذه المناطق التي تدور فيها الحروب لا بد من الاعتراف الكامل بحقوقه و لا بد أن نؤدي من جانبنا تلك الحقوق و نستوهيها مما هو مطلوب و نعوض تلك المناطق عن ما حاق بها من دمار لكن كذلك المفتاح يوجد هنا بالخرطوم و هذا هو المبرر لأن تكون عملية الأمم المتحدة تغطي كل التراب السوداني و أن يكون المفتاح هنا لكي نكون رقيبين على هذه البحثة هنا في دائرة اتخاذ القرار في الخرطوم السفير دكتور نور الدين ساتي سفير السودان في الولايات المتحدة أشكرك جزيلا شكر و سعدنا بلقاءة بارك الله فيك سعدتنا كذلك شكرا جزيلا انقلوا عن الدكتور قوله لكل سوداني رسالة في بريده اخرجوا بالسودان من دائرة النزاعات